بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بهذا الفيديو الذي نتحدث من خلاله حول المناقشة البيانية للمعادلة من الشكل F ل X يسوي لنا F ل M حيث M عدد حقيقي إذا ننطلق على بركة الله في المثال قال F هي الدل المعرفة على R يعني من ناقص من النهائي بـ F ل X يسوي لنا 2X زائد 2 على أسية X زائد 2 قال ناقش بيانياً حسب قيم الوسيط الحقيقي M عدد حلول المعادلة لاحظوا المعادلة التي تعطيها لنا هي F ل X يسوي لنا F ل M إذن ها هي المعادلة نركز هنا جيداً أبناء أولاً F ل X يسوي F ل M وكأنما سوف يضع هنا الآم وهنا الآم وهنا الآم يقول أحدكم كيف تصبح يا أستاذ هل هي مناقشة ينمائلة أم أفقية أم منحنة مع منحنة لا يا أبناء هي بكل بساطة هي مناقشة أفقية يقول أحدكم لماذا لأننا نعلم أن كل مستقيم يكتب Y يسوي لنا AX زائد B ركز إلى كلمة X فإن كان يوجد X في العبارتك فأعلم أن يوجد مائل يعني المستقيم ممكن أن يكون مائل هكذا أو يمكن أن يكون مائل هكذا أو يمكن أن يكون له مكان واحد ويدور فيه كما أشير هنا باللون الأخضر مثلا هكذا هو يدور في مكان واحد حسب المائل هذه لما يكون معناه الآن هنا مائل يغير يعني لما يكون الـ Y مثلا يساوي لنا AX مثلا أما إذا كان موجود يعني الـ X غير موجود في عبارتك يعني هذا غير موجود فأعلم أنه يصبح Y يساوي B يعني Y يساوي B لأن التفسير البياني لهذه كلمة F لـ X وهي الصورة وهي Y يساوي لنا B وهو F لـ M يعني هذه العبارة التي تلاحظونها في مكان دل وهي 2 تصبح 2M زائد 2 على أسية M زائد ماذا؟ زائد 2 يعني هذه يا أبناء هي قيمة ثابتة مثل هذا البيان يعني مستقيم يصبح هذا إذا سميناه دلتا أم هذا يعني سميناه دلتا أم هو مستقيم كيف هو مستقيم أفقي ليس عمودي أو كما يعتقد البعض يقول منحني مع منحني لا يا أبناء هي هذه المناقشة دائما F لـ X يساوي F لـ M هي مناقشة أفقية بأبسط طريقة هذه الأمر الأول الآن ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه إذن نقول أولا نفسر نقول حلول المعادلة لاحظوا ما هي المعادلة أبني F لـ X يساوي لنا F لـ M هي لاحظوا هي سوف أكتب كلمة هذه الكلمة عليكم أن تتبعونها هي فواصل نعم فواصل نقاط تقاطع ماذا؟ C F لهو المنحني مع المستقيم نسميه دلتا أم معادلته أبناء ما هي هي Y يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا F لـ M بهذه البساطة فقط هذا هو التفسير بحلول المعادلة هذه F لـ X يساوي F لـ M هي فواصل نقاط تقاطع C F مع المستقيم Y يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا F لـ M وقلنا أنها هي مناقشة بكل بساطة أفقية كما أشير هنا باللون الأسود هكذا سيكون مناقشة أفقية هذا الشرط الأول الآن كيف الآن؟ وبما أن العبارة تبدو غريبة معناها هنا الـ M عفوا هنا يعني أركزوا أبنائي هنا معناها تصبح كأنما الـ M وهنا الـ M لكن هنا لمعرفة ذلك تابعوا ماذا نفعل؟ علينا في الأول أبنائي بما أن كلمة تلاحظوا F لـ X يساوي كأنما F لـ M يعني في كل مكان من الـ X في العبارة نجعلها M معنى المكان الذي تنعدم في هذه القيمة التي هي F لـ X كذلك تنعدم فيه الـ M أركزوا الأماكن لأن في مكان المتغير أصبح الـ X في مكانه الـ M يعني كل ما يحدث للـ F لـ X يحدث كذلك للـ F لـ M ما معنى؟ معنى علينا أن نستخرج أولا جدول تغيرات أولا يكون عندنا جدول تغيرات أبنائي تلك الدالة لاحظوا ها هو جدول تغيرات أمكم كيف قمنا باستخراجه من هنا كما هو موجود هنا أمامكم في الرسم لاحظوا أبنائي أن النهاية عند النقص ما النهاية من هنا تكون نقص ما النهاية وعندنا قيمة حدية ما هي القيمة الحدية؟ اللي هي لاحظوا قال هو F لـ Alpha إذن تنعدم هي عند الـ Alpha الـ Alpha اللي هو 0.9 بالتقريب هنا مع ماذا؟ مع قال أنه كذلك F لـ Alpha لاحظوا F لـ Alpha ماذا تساوي F لـ Alpha كذلك تساوي أن Alpha معنى كذلك F لـ Alpha معناه هنا يعني في هذا المكان هنا في هذا المكان أبنائي هذه Alpha وهذه F لـ Alpha اللي هي قيمة الحدية F لـ Alpha اللي هي قيمة الحدية ها هي أمامكم تظهر على الجذول إلا أنه نحتاج ماذا؟ نحتاج إشارة F لـ X F لـ X لو نلاحظ جيدا كيف نعين إشارتها نعينها بهذا المستقيم ما يقع فوق هذا المستقيم نقول زائد وما يقع تحته ناقص وما يقطعه يشوي السفر ما معنى؟ معنى هنا كيف تكون تكون سالب وهنا موجب وهنا موجب وهنا موجب وهنا ماذا تكون في هذا المكان سوف تكون السفر ما يقع تحت هنا نقول ناقص وما يقطع نقول سفر وما يقع فوق محور الفواصل نقول زائد هذه كيفية استخراج إشارة ماذا؟ إشارة الدالة نتابع جيدا أبنائي معنى هنا في جدول التغييرات ناقص واحد يكون هنا لما يكون ناقص واحد هنا الف لألفة ما الف لإكس ماذا يحدث لها؟ يحدث لها أن تصبح تساوي الصفر ركزوا تصبح تساوي تساوي لنا الصفر لأن هنا لاحظوا الاكس كم؟ الاكس هو ناقص واحد لاحظوا المنهانة يقطع محور الفواصل ما معنى محور الفواصل؟ معنى كأنما أف لإكس يساوي الصفر ما هو الفواصل هذا والتفسير أف لإكس يساوي الصفر إذن ما معنى أف لإكس يساوي الصفر؟ معنى يصبح ناقص واحد يعدمها لاحظوا لما يكون الأكس يساوي ناقص واحد الآن بعد ما خرجنا هذه سوف نستخرج جدول ماذا؟ جدول الإشارة جدول الإشارة قد تحدثت الآن قلنا أين تنعدم الأف لإكس؟ تنعدم في هذا المكان الذي هو الناقص واحد إذن ها هو جدول الإشارة نتابع أن هذه الأمر تساوي هنا كثيرا لاحظوا ها هو جدول الإشارة لاحظوا أبنى الآن من جدول الإشارة ماذا نقول؟ لو نلاحظ من هنا كأنما إلا أن نلاحظ جيدا المكان هنا ضع الأم كأنما وهنا ضع الأم في مكان الإكس لأن أف لإكس أف لأم يعني لما تكون أف لاحظوا أف لأم أقل من ماذا؟ لاحظوا ركزوا لاحظوا أقل من ماذا؟ أقل من الصفرة ها هي الآن أين يكون يا ابني؟ يعني سالبة الآن يكون ينتمي من ناقص مال النهاية إلى غاية الناقص واحد ركزوا لما تكون الأف لأم تساوي الصفر ها هي أمامكم تساوي الصفر كم يكون الأم يا ابني؟ لاحظوا يعني إلا في مكان الإكس ضع الأم فقط أكيد الأم يصبح كم؟ يساوي هنا يساوي يساوي لاحظوا يساوي الناقص واحد لما نبدأ بمناقشة سوف نستخرج الإشارة ثم تلاحظون بأنفسكم ثم عندنا لما يكون من هذا المكان إلى هذا المكان كيف تكون أف لأم أف لأم عفوا أف لأم دائما قلت أكبر من الصفر أم ماذا يكون؟ أم يكون ينتمي من ناقص واحد إلى غاية الزائد ما لا نهاية الآن هنا استخرجنا فقط نقول هنا إذا كان وهنا كذلك إذا كان يعني الشرط وهنا إذا كان شرط الآن نتابع المستقيم قلنا أنه سوف يتنقل من ناقص معناه يبدأ بالسعود لاحظوا ها هو أمامكم لأن قلنا التفسير البياني هو دلتا أم ها هو الدلتا أم هذا هو الدلتا أم ذو المعادلة إغرق يستطيعنا أف لأم أف لأم يعني أول شيء يمكننا من المناقشة هو استخراج جدول الإشارة لأف لأكس لكن في مكان الإكس ماذا نضع نضع أم لأن كل ما يعدم الأف لأكس يعدم أف لأم نتابع ها هو بدأ الأف لأم بالسعود ركزوا أرجوكم حتى تبدأ المناقشة بطريقة جد رائعة ها هو بدأ بالسعود كم يوجد من حل؟ يعني أسقط دائما على محور الفواصل دائما أسقط هكذا يوجد حل سالب لا يكمل كذلك سيره لاحظوا ها هو يزيد كم يوجد؟ حل كيف هو؟ سالب ثم يزيد مرة أخرى ها هو يقترب الأف لأم هي التي تتغير على محور التراتيب إلى غاية هنا إذن من ماذا نقول؟ أف لأم انطلقت من ماذا؟ انطلقت من هذا المكان إلى غاية ماذا؟ إلى غاية السفرة لاحظوا من هنا إلى هنا لكن هو لم يقل أوجد كل الحلول قال أعطي عدد الحلول فقط لم يقل إشارتها وكذا ركزوا أرجوكم لاحظوا إذن من ماذا يكون الآم؟ الآم أبنائي من ماذا؟ سوف يتغير نتابع جيدا إذن أف لأم بدأت من ماذا المكان؟ لاحظوا من هنا وبدأ بالسعود أقل من الصفر أقل من الصفر هي ما زالت أقل من الصفر إلى غاية هنا ما معناها؟ معناها الأف لأم أين يكون يتغير؟ يتغير من هنا إلى هنا لأن أف لاحظوا أف لأم أقل من الصفر كلمة أقل من الصفر يعني يقع تحت محور الفواصل لاحظوا هو يقع حل وحيد سالب إلى غاية هذا المكان إذن ماذا نقول في هذه الحالة؟ نتابع في هذه الحالة للمعادلة ل إذن للمعادلة للمعادة أفوا للمعادلة حلا وحيدا كيف هو؟ سالبا يعني في هذا المكان لاحظوا لما تكون أف لأم أقل من الصفر يكون الآن بين الناقص ملا نهاية والناقص واحد أبنائي نتابع جيدا يكون الآن من نقص ملا نهاية إلى نقص واحد الآن ثم لاحظوا جيدا لما يصبح الأف لأم يساوي الصفر هنا كيف الأف ليس هنا؟ يعني يعني هلا見ث يكون طبيق إلى محور الفواصل هنا لاحظوا في هذا المكان 뭔ظر تكون أف لأكس أف لأم تساوي صفر يعني لأن الإيجراج في هذا المكان يكون دائما على محور التراء做 يكون إيجراجي四 معناه تساوي لمعادلة ركزوا هذه تساوي كم صفر كم يكون يا أبناء الآم بالمطابقة لاحظوا الآم سوف يكون يساوي ناقص واحد المعادلة ماذا تقبل تقبل حلا وحيدا ها هو أمامكم كم هو هو الناقص واحد لاحظوا إذن ركزوا إذن يكون آفلي آم تساوي صفر إذا كان آم كم يساوي ناقص واحد للمعادلة حلا كيف هو هل نقول معدوم لا حلا وحيدا كم قيمة أبناء إكس يساوي ماذا ناقص واحد في تلك المكان إكس يساوي ناقص واحد الآن ثم يكمل سيره لاحظوا مرة أخرى سوف نقبل المحي ها هو يكمل المسير لاحظوا أبناء لاحظوا كم يقطع من مرة لاحظوا أصبح يقطع مرتان نحن لم يقل لنا حل مجب أو سليب قال عدد الحلول فقط هنا ها هو حل وها هو حل يقطعه مرتان في الجهة واحد مجب والآخر سليب لكن هو لم يطرح الإشارات قال عدد الحلول إلى غاية ماذا؟ إلى غاية هنا إلى غاية هذا المكان ركزوا أرجوكم يعني ماذا يصبح يصبح أف لأم أكبر من ماذا؟ أكبر من الصفر أف لأم أكبر من الصفر إذن لاحظوا جيدا أبنائي قلنا هنا تابعوا هنا عندنا ألف لاحظوا ألف وعندنا ما يقابلها قلنا أنه يسوينا أف لألف ركزوا أبنائي هنا ألف وهنا أف لألف إذن هنا لما يكون الألف هنا نلاحظ أنه يوجد قيمة تابعة جيدا هنا قيمة حدية عظمى في هذا المكان ركزوا أرجوكم يعني في قيمة الحدية العظمى إذا كان الآن ركزوا أرجوكم يسوي لنا كم؟ يسوي لنا الألف ركزوا إذا كان الآن يسوي ألف ركزوا كم يقول للمعادلة؟ كم يقطعها من مرة؟ ها هو أمامكم هنا في هذه القبة هنا نقل للمعادلة تابعوا للمعادلة حلا كيف هو؟ مضاعفا قيمته كم أبنائي؟ لهو إكس يسوي ألفا إكس يسوي ألفا لاحظوا جيدا هنا في هذا المكان هذه القيمة التي يأخذها الأم يأخذها الإكس هنا يكون حلا مضاعفا قيمته كم ألفا ركزوا الآن بقي لنا ما بين الشوطين يعني ما بين هذا المكان إلى غاية هذا المكان هنا أبنائي لاحظوا جيدا حتى نتعلموا كل شيء إذا كان هنا الآف لأم لاحظوا يكون محصور ما بين السفر ها هو أمامكم ركزوا أرجوكم أبنائي يكون بين السفر لأن آف لألفا يقع دائما على المحور تلاتب هنا السفر وهنا كم وهنا آف لألفا إذا كان ما بين السفر والآف لألفا ركزوا لماذا يقول أحدكم يا أستاذ لأن هنا من هنا إلى هنا قلنا كم يجد لنا من حل لاحظوا أنه يجد حلان ليس كما كانت في الأول حل إذن ما بين ماذا ما بين السفر وما بين هذه القيمة الحدية اللي قلنا هي آف لألفا ما معنى معنى الآف لأم يصبح محصور ما بين ماذا آف لألفا وآف والسفر الآن الآم أين يصبح محصور يا أبنائي هل يصبح محصور مثل ما حصر في الأول لا نقول يصبح محصور الآم ينتمي من ناقص واحد إلى غاية ماذا إلى غاية الألفا مفتوح اتهاد من الألفا إلى الزائد ما لا نهاية يقول أحدكم لماذا يا أستاذ تابعوا أبنائي نقطة بنقطة حتى التعلموا لو نأتي الآن إلى جدول التغيرات يعني منهم سوف تلاحظون هذا هذا الوجه الاختلاف أين يحدث أركزوا أرجوكم ها هو جدول التغيرات سوف أكمله هنا أمامكم حتى الأمور كلها تتضح لكم بهذا السؤال لاحظة قلنا أن هنا F لإكس أنها تنعدم عند ماذا جاءت كمتزيدة ثم متنقصة عند الآلفا وهنا الآلفا ليس كما يعتقد البعض هنا بقلنا الآلفا وجاءت هكذا ثم وصلت هنا ثم لاحظوا ثم نازلت مرة أخرى أركزوا أرجوكم قلنا أن هنا أعطت لنا ناقص ما لا نهاية وهنا F لألفا وهنا الصفر وقلنا أن الواحد الناقص واحد هو الذي يجعل الآف لإكس تساويكم الصفر الآن F لأم لو نلاحظ جيدا أبناي الآف لأم أين يصبح أركزوا F لأم معناه يصبح كأنما من هذا المكان إلى هنا كم يقطع من مرة من الصفر إلى الأف لألف أكيد لو نلاحظ جيدا هنا نلاحظه أن يقطع مرتان ها هو حل وها هو حل الآن الآم أين يكون يا أبناي أين يكون الآم يتغير لو نلاحظ هنا جيدا أكيد يعني يقطع مرتان لأنها هو صفر وها هو صفر آخر لا تنسوا ذلك معناها الآف أن الآم إذا وضعنا هنا الآم وقلنا هنا كذلك هو الآم لاحظوا أن الآم يصبح من هنا إلى هنا ثم من هنا إلى غاية هنا لماذا؟ لأن هنا كذلك لو تلاحظ جيدا إلى المنحنة سوف تجدون أنه ما زال يقطعه هنا كذلك وهنا كذلك يعني تحت الصفر استثنين كلمة الآلفة هذه الآلفة قمنا باستثنائها لأن فيها يقبل ماذا؟ يعني قيمة حدية والقيمة الحدية لو نلاحظ إليها المنحنة ها هو أمام يقطعه مرة مرة واحدة لهذا قلنا أنه يصبح أمام ينتمي من ماذا؟ قلنا من ناقص واحد ليس عفوا من ناقص واحد ليس من ناقص ملا نهاية من الناقص واحد هاي الناقص واحد إلى غاية الآلفة ومن الآلفة إلى غاية زائد ملا نهاية نقل للمعادلة آف لإكس يساوي آف لآم حلا كيف هو؟ حلاني لا الحلاني لا يهم حلاني في الأصل فقط لأن لم يقول لهم إشارتهما يعني تتابعوا جيدا أبنائي لهذه المناقشة سوف نلخصها بكل بساطة لاحظة إذن في الأول جاء من هنا من ناقص معنية إلى غاية الصفر هذا الأف لآم آم من ماذا أصبح ينطلق آف أصبح قلنا لو نلخص هذه الأمور يعني حتى كل طالب يعني تسهل له كل الأمور من هذا النوع لاحظ أبنائي إذن أول شيء يعني تعتمد عليه في المناقشة أف لإكس يساوي أف لآم هو إشارة أف لإكس حتى كل الأمور سوف تتوضح إلا أنه هي نوعي أني يتحتاج من التركيز إذن نتابع إذن قلنا هنا نضع مثلا آم قلت يعني أعيد لكم الشرح حتى تتفهموا هنا الآم وهنا الآم إذا كان الأف لآم لاحظوا إذا كان قلنا الأف لآم من ناقص معنية إلى غاية الصفر من ناقص معنية إلى غاية الصفر من هنا إلى هنا الآم أين يكون أبنائي يكون أكيد من هنا إلى هنا يكون الام ينتمي من ناقص مالا نهاية إلى الناقص واحد للمعادلة حلا واحدا هذه الدرجة الأولى ثم ماذا أبنائي؟ أركزوا أرجوكم ثم عندما يكون الاف لام يساوي الصفر يعني في هذا المكان يساوي الصفر ام كم يصبح ام يساوي الصفر إذن يوجد حل واحد الآن ثم يكمل سيره لو جاء يكمل هكذا السير كم يوجد الآن من حل؟ يوجد حلان حيث الاف لام أصبح محصور من الصفر إذن اف لام أصبح محصور ما بين الصفر والاف لالفا للمعادلة أكيد حلين لكن الام أين يصبح ام ينتمي من ناقص واحد إلى غاية الالفا مفتوح اتهاد من الالفا إلى الزائد من الذي شرحنا لذلك بهذه البساطة لأن هنا ها هي أمامكم الالفا وهو الناقص واحد يعني من هنا إلى هنا ثم من هنا إلى غاية زائد من النهاية لماذا استثنينا الالفا لأننا قلنا عند الالفا تكون الصورة وهي أف لالفا وهي قيمة حدية والقيمة الحدية تقبل حلا وحيدا ها هي حلا مضاعفا إذن هنا للمعادلة حلان فقط ثم عند هذه القيمة وهي هنا قيمة حدية وهي أف لأم يساوي أف لالفا هنا كم يكون الأم يكون أم يساوي ألفا مباشرة للمعادلة حلا كيف هو مضاعفا لماذا لأنه يقع مثل القبة هنا فقط يعني كل شيء يناقش حسب أنه أول شيء تعين إشارة الأف لأم وهي نفسها إشارة أف لأكس بهذه البساطة المطلقة أبني قد تعلمنا المناقشة من هذا النوع وفي الأخير أتمنى قد استفدتم وزور موقعا له صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة